موسيقى السلام عليكم احليم فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن الاصدار الجديد الاصدار الثالث للبيتا اليوز 13.4 البيتا الثالث قبل نزلت البيتا الثالث في التاريخ 26 فبيوري سنتحدث معكم عن كل الميزات ماذا نزلت اذا كان فيها اشياء جديدة كبداية سنزلت البيتا الثالث ونضح على البيتا الثالث نضح عام حول نضح هنا نرى البيتا الثالث الاصدار الثالث هنا هذا الاصدار الجديد السابق 17E5241D في الاصدار الثالث كان عندنا 17E523G في الاصدار الثالث هذا التغيير والعلام الشيء تذكر الحرف الأخير تيدي همي يقرر فهو يكون أفضل البراجات يكتر بالعلام شخص هو أفضل ثم من أكثر مشاكل ويكون من العق المسخة البراجات والدهمية فلو ننتقل لكم النسخة الثانية فلو نرى فرموير الحق الشبكة فهنا كان 1.05.25 نحن بالصدر الجديد مثل ما نرى 1.05.28 ففي تغيير ان شاء الله حلو المشكلة انها تكلمت عن الفيديوهات القديمة ان عندي مشكلة الوهي اني بشبكة الويرلس اروح اتنقل من المبنى لبنى ايش شبكة الويرلس لكن افتحها اي مقطع ما يشكلها لازم اطفل الويرلس وفتحها فان شاء الله حلت هذه المشكلة طبعا ان نزلت لي تغريبا حين قرابة 7 ساعات لا صدفت لي هذه المشكلة لكن الصفتير اللي قبل والنسخة التجريبية الثاني صدفت هذه المشاكل المهم نخش لكم حين حق القديمة ونرى الاشياء كلها فكبداية لو نروح حق القديمة هنا لو نروح الهيستوري نخش هنا فاليوم فبيواري 26 مثل ما نرى هذا النسخة الثانية وهذا النسخة الثالثة لو نقارنها يعني كأوفر اول في نزول في المالتي كور او جميع النواات قصدي في السنجل كور برضو في نزول شوي فاوكي ما تقدر تغرنها بذيك الكلام لكن في نزول خفيف وتظل نسخة تجربية يعني لو نشوف هنا في المتل برضو في نزول يعني رجع نفس النسخة الأولى النسخة الأولى كان 31-32 النسخة الثانية صار 32-91 حين رجع 31-32 فمثل ما نشوف في رجوع شوي خفيف أوكي لو نشوف لكم انتوتو رسوميات التوقع لكل يعرفه خاصة اللي يلعبون العاب يعرفت البرنامج هذا النسخة الثالثة مثل ما نشوف 48-46-34 النسخة القديمة هذه باينة عندكم 500-251 فاوكي في برضو نزول في معالجة الرسميات طبعا لاحد يقول لي في مشاكل ومشاكل نسخة تجربية فمشاكل عادي برضو في النسخة تجربية نحن نتحدث عن الاصلاحات خشي العلدات انا تكلمت لكم عن مشاكل كانت عندي انك تخش هنا تخش في اي شيء هنا مثلا ترجع يطفي انا نسيت حصلا انه ما ما خشي على الحركة خشي العلدات وانزل تحت وافتحي برنامج وخش مثلا في اللانجوج ويطفي ما سويه كثير فنسيتها لكن الان شفت فيدي منفديهات لحق الاشخاص اليوتيوبر اللي شوهن ريبيو لحق النسخة التعاطية تكلم عنها انه قالت قبل عدلتها فاتذكرت اصلا انها كانت لدينا مشكلة اوكي خلاص من كل شي لو بنتكلم عن ميزة جميلة او ميزة اتمنى شوفها يعني 13.4 في ميزات ما كنا نعرفها او ميزات جديدة رح تنزل اول واحدة الكاركي اللي تكلمنا عنها ان مفتاحك او مفتاح السيارة يكون في الجوال حقك وبرضو مثلا يعني تلحق السيارة ما يحتاج ليش تكون عندك المفتاح تفتح السيارة بالجوال حقك انتو قدر برضو ترسل لحق واحد مثلا واحد من الشباب عندك يريد يفتح السيارة ترسله الكود فيقدر يفتح السيارة بالجوال طبعا الان ابول ما تكلمت عن الميزات كلها في الكودينج يعني المبرمجين المطورين يفتحون الكود ويشوفون الميزة فما احد يعرف كيف تشتغل ما احد يعرف اي شي يعني كنا ننتظر لأيو ستيرتين بوينتفور اذا نزل هل ابول نتحدث عنها فالميزات يجب ان تتحدث عنها فالميزة الجاية وميزة الجديدة اللي انزلت في الكودينج يعني الاشخاص لا يدرون ما يفتحون مبرمجين يفتحون في ملفات النظام وشفوها يعني لا يمكننا انظر لكم هنا ألا وهي هذه مثل ما نرى او اس اللي هو السوفتير يعني طيب نتكلم عندي لانه هذه ميزة قوية وتكون في السوفتير الجديد وما احد يدري عنها وش السالفة على الحركة حين اللي موجودة هنا انك تقدر تسوي او عادة ضبط المصنع وفرمات الجهاز يعني كل الاشياء من ويرلس تغريبا بالايردروب اشفتوا مواقع كل واحد يتكلم عن شيء انه اوكي تقدر تسوي فرمات الجهازك بالوايرلس يعني باللاب توب لا يحتاج تركب الكابل اوكي شي حلو لك في وقت فرمات الجهاز الجهاز رح يفصل الانترنت يفصل الى الويرلس كيف تنزل النظام في الجهاز ما ادري انهم انها في حركة بس ما احد يدري عنها ما احد عارف كيف تسويها وبرضو طلعت اشياءات في نفس الوقت وقت الكلام عند الميزة انك راح تقدر برضو انك تركب الايفون يعني اقدر انا افرمت جوالي الثاني او اصوي جوالي الثاني بجوال الايفون ثاني برضو بالكابل لا تقول لي كيف بس انك متخيل انك تركب الكابل الايفون لجوال ثاني يمك وتسوي له فرماته وريكافاري ما ادري كيف بس المهم ان هذه طريقة ستكون قدام او اني مثلا انا حين السوفتير حقي لو انه رسمي يعني على 30 و 4 والجهاز عندي يمي نفس السوفتوير لازم يكون او نفس الجهاز لازم يكون جميع الميزات فيه المهم انك تقدر اعطي السوفتير حقي مثلا السوفتير غديم هذا الجهاز اللي هنا ارسله السوفتير حقي يثبت عنده هذه الاشياء اللي شفتها هنا يعني اللي يتكلمون هنا بعضهم يقول لك باليو اس بي بتقدر تفرمت الجهاز بالكمبيوتر مثلا الى الان كل واحد يتطلع على شيء قاعد يتكلم يعني ما في شيء محدد او ما في شيء مادر كيف ممكن بيسوين نفس طريقة الساعة اني نزل السوفتير هنا ونزله هنا فمثلا ما نشوف هنا اني يقول لك يمكننا تسوينها مثلا باليو اس بي سي من ايفون لايفون لا يقول لك انه بدون الكابل بدون اللايتنين ولا اليو اس بي سي اني انقلوا السوفتير من جهاز يعني فرمت جهاز الثاني دام عندي سوفتير انا اقدر اعطيه يعني نفس الحركة تغريبا تغريبا يعني اذا فهمت الصالف الكل مش فهم شيء لا لا لازم ابل تتكلم عنها او تعلن عنها ابل وارضو هنا انه باليو اس بي هنا مثل الساعة مثل ما قلت لكم اني اسوي فرمات للساعة او احدث الساعة بالجوال حقي اوكي لكن افرمت جوال ثاني اقطعه ونزل الستوب لحق السوفتير جديد يعني افرمته مثلا بالجوال بس هذا الفيديو ما بيطول عليكم احسن نقدم تعيد وزيز لنا لكن مييزة قوية رح نشوفها قدام ان شاء الله ونشوف كل شيء عليها برضو في مييزة يعتبر مييزة بس ما هي مييزة بس انه ندل ليش نازلة الا وهي ان في الساعة التي موجودة حين ليس ترتين بوينت فور اللي تحت ترتين بوينت فور انك لازرتي يتغير من هنا تتنقل هنا لازم تضغط نفس الحركة احين لا احين تقدر بسبب صبعك كده تسوي تتنقل اوكي تروح كده وترجع كيف لا بطلب لكم صور ملينة؟ لكن نفس الحركة يعني تهدها و توقف على الشيء الناس يقولون حركة بس حركة حلوة ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وملايك المقطع وتعليقات تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا الفضل ضعاكم والسلام عليكم